سوفيان بن حميدة نساق بلوذيفنا مبعضنا خالد الكريشي نائب عن حركة الشعب ورئيس لجنة الصحة في البرلمان مرحب بيك أهلا وسائل مرحبا سيد النائب بش نحكيه السياسة بش نحكيه وتحالف برلماني وحكومي وتموقع حركة الشعب اليوم في ظل التصريحات المتبادلة وخاصة تصريحات راشد الغنوشي في علاقة بتوسيع الحكومة ولكن قبل اسمحلي في كلمتين بش تلبس الكاسكاتة على رئيس لجنة الصحة وتقول لنا هل بش تنظروا في القريب العاجل وتقولوا لنا ما هي حصيلة الكورونا والحرب ضد الكورونا في تونس من الناحية المالية الاقتصادية الخسائر شوف اولا نحب انهني الشعب التونسي بمناسبة بداية الانتصار النهائي على كورونا لماذا قلت بداية الانتصار لأنه نهاية الانتصار لا يمكن الاقرار بها الا بعد 27 جوان وفتح الحدود المعابر الحدودية شوفوا تاثيرات ذلك على الوضع الصحي والوضع الوبائي في تونس المحصلة والخلاصة انه هناك نجاح باهر على المستوى الصحي في الحرب على كورونا وهذا تثبت على الارقام وتقارير حتى المنظمات الدولية على رأس منظمة الصحة العالمية في علاقة بتمكن تونس من محاصرة انتشار الوباء اضافة الى ذلك الانتو بش نبدو في لملمة الجراح وتحديد الخسائرنا وش نحسبو خسائرنا سواء على المستوى الصحي على المستوى الاقتصادي الكلفة سيخالد ذا الكلفة الكلفة العامة للكورونا وقتش بش تنظرو فيه بعد شل احنا عنا جلسة مزال لم تقرر رسمين وعلى سيدة رئيس الحكومة يجيب احدان لبرلمان بعد 24 جوان وعلى ضو الجلسة هذه لتقديم حصيلة الحرب على كورونا على المستوى الصحي والمستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي ثم نحن كذلك في اللجنة بسدد تقييم عملنا كلجنة وفي علاقتنا كذلك ببقية الاطراف في علاقة بسلطة تنبيذية تحديدا ودورنا الرقابة بش المرسوه في متابعة ومراقبة دور السلطة التنبيذية وتحديدا وزارة الصحة في الحرب على الكورونا سيد كريشي مدام نحكيوا على الكورونا الكورونا كانت موضوع اختلاف بينكم وبين حركة النهضة يعني حتى من هو الذي تسبب في النجاح متاع الكورونا حركة الشعب وحركة النهضة مهمش متفهمين على الجنرال فما الجنرال قادة الجيش الابيض وإلا المغيت يرجع للحكومة الكل